السلام عليكم حياكم الله في الدرس الثالث عشر من الربح للتطبيقات عبر منصة App Creator 24 في هذا الدرس إن شاء الله رح نتعلم نصنع لعبة احترافية طبعا ألعاب جهزة من نفس الموقع بوفر لك تقريبا مئة لعبة بدون حقوق في استخدامها في تطبيقاتك فأول خطوة بنسوي Create App تطبيق جديد زي ما تعلمنا في الشرح المجاني اسم التطبيق مثلا لعبة النمل هي لعبة حلوة نشرت على جوجل بحقق منها أرباح جيدة جدا من لعبة النمل فمنختار يا بتختار من البوفر هل هيك الموقع أو أنا محضر صورة 512 في 502 زي ما تعلمنا هي الصورة جاهزة طبعا اللغة يعني كونها لعبة أنصحك تخليها إنجليش والوصف قلنا ما نكتب إشي بالوصف و Next لا غيرنا الصورة في الغلط آسف إذ نرجع الصورة نضغط Next و كمان نكست قلنا هذا الأشي مش مهم و كمان نضغط Web و بننسخ الرابط هذا هاي الخطوة الأولية لصنع التطبيقات عبر هاي المنصة عشان نفتح لنا لوحة التحكم ما بنضغط إيا إشي Next Go to App هيك اللي فتحت معنا لوحة التحكم أول إشي بنقوم فيه بنروح على الأقسام وبنختار قسم وبنختار قسم كارت يعني بطاقة لأن الموقع ما بسمح لك تحط القسم الأول Game يعني من يفتح لك التطبيق يظهر لك اللعبة مباشرة هذا الموقع ما بسمح فيها لأنها مخالفة لشروط Google تمام لأن اللعبة HTML و ليست يعني لعبة في نفس التطبيق فبنضغط على نصنع علينا كارت قسم كارت بنسميه الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية تمام ونضغط على create ونختار أول وحده تمام الآن بنضغط على اختيار ملف زي ما بتشوفوا الصورة أي صورة أنا رح أختار هاي بس على سبيل الشرح فمنضغط على link أي يعني عندما يضغط على الصورة وين رح يوديه بعدين رح نوديه على قسم اللعبة تمام ورح نضغط على صنع زر عبر هذا الخيار نختار قلنا صورة ننزل تحت مش هذا الخيار الخيار اللي بعديه نضغط نضغط ابدأ اللعبة أو ابدأ اللعب تمام نختار الحجم إن يكون ثمنطعش ولون الخلفية نصحك تخليها أخضر عشان تصير اللعب يعني شيء محترم طبعا link لانو بعدنا ما سوينا قسم اللعبة رح نسويه ونرجع لهذا القسم بنحط save نستنى بس يرفع الصورة بنرجع تمام هيك حفظ لنا هذا القسم نضغط كمان save ونرجع وبنختار بنسوينا قسم لعبة game تمام وبنختار اللعبة اللي بدنا إياها طب بنسميها لعبة النمل وبنختار اللعبة طبعا موقع زي ما قلنا بوفر لك كثير ألعاب كثير طب هاي اللعبة أنا يعني كتجربتي حققت منها مئات الدولارات شهرين هاي اللعبة هاي النمل فبنختار على الخضرة select تمام وبنصحك إنك تلغي تسجيل الدخول عشان ما يصير تطبيقك يعني إشي بدائي كثير جديد فإحنا بنضغط على no تمام بنضغط كمان فوق no هيك 100% بنضغط على safe وبنرجع تمام والآن نمسح الصفحة اللي سوناها في البداية عشان تفتح لنا لوحة التحكم 100% وبنرجع على الصفحة الرئيسية اللي هي قسم الكارت وبنحط تعديل الكارت اللي سوناه زي ما قلنا اللينك أول مرة بنحط على open افتح قسم قسم اللعبة لعبة النمل والزر اللي صنعناه كمان لينك افتح قسم قسم اللعبة وبنضغط على حفظ وبنرجع والآن هيك التطبيق جاهز 100% فنرجع اذا بدك تعدل على الايقونة او بكج نيم طبعا بده تحديث او بده بناء في هذا القسم زي ما تعلمنا في الشرح المجاني فأنا رح أخلي كل شي نفس الاشي بس ضروري تسوي في قسم اللعبة بتروح على التصميم وبعدين على القائمة الرئيسية بنظهر وبنضغطها بدون قائمة رئيسية عشان سير التطبيق احترافي اكثر تمام بنختار القائمة الرئيسية بدون قائمة رئيسية وليست قائمة تسحب او تخليها نفسها فبنحط سيف وبنرجع وبننزل التطبيق زي ما ظن انت حر في التصميم لكن انا عطيتك الخيار الاول في صنع لعبة احترافية ومكانك تختار اكثر من 100 لعبة يوفرها لك الموقع مجانا بدون حقوق مكانك تربح منها الاف الدولارات شهريا عن تجربة يعني انا بس هولف مش هباء منثورة فهي لعبة النمل بنثبتها التثبيت التثبيت على اي اتحال بمكانك تغير اسمها بمكانك تغير اي اشي فيها فانت حر بس انا اعطيتك التطيقة الاول فمنحط فتح لللعبة كانك تغير كمان صورة البلاي والالوان رح نغير ها الحين زي ما شفته صار عندنا التطبيق بدون قائمة فقط صورة وزر ابداء اللعب مكانك تحطه في الوسط او في الاسفل هنا تمام وهي الصورة اول ما واحد يضغط على الصورة رح يحول وين على اللعبة مباشرة زي ما رح نشوف زي ما انتو شايفين والتطبيق كامل بدون قائمة كأنه لعبة احترافية مية بالمية ويرجع او ضغط على ابدأ اللعب رح يحول وين كمان على اللعبة زي ما انتو شايفين لعبة احترافية مية بالمية زي ما انتو شايفين العاب مجانية طبعا من تصميم الموقع نفسه فمثل نظام اللعبة انك تقتل النمل زي هيك فنرجع هسا بدنا نضيف هنا اعلان بانر يا صقر تمام سهل جدا من اي شركة اعلانية بدك اياها بنرجع نخرج من التطبيق بنرجع لوحة التحكم تمام بنروح على الاقسام وبنعدل قسم الكارد تمام بنضيف كارد جديد اللي هو اد يعني كارد اعلاني نضغط عليه بقولك اضيف لي يا ادموب بانر تمام او اب نيكست او فيسبوك او ستار اب اي دي فانا راح اضغط ستار اب للسرعة امكانك تضغط ادموب نفس الاشي فيش اي فروقات تمام هاي ستار اب رمز تطبيق عندي في ستار اب امكانك قلنا اي دي فبنضغط سيف وبنرجع وبنشوف التطبيق كيف صار هل يعني ظهر الاعلان ام لم يظهر ثواني راح يظهر الاعلان هنا ان شاء وزي ما انتو شايفين مكانك تختار الحجم الاعلاني لكن انصح انا في الاعنات البنار تستخدم ادموب لانه ادموب عنده خوارزميات يختار حجم الشاشة شكل تلقائي فانا اخترت ستار اب للسرعة تمام ومكانك تضغط اعلان بيني بس يضغط على اللعب يظهر لي اعلان بيني هيك تزيد ارباعك بشكل هائل جدا جدا زي ما تعلمنا في الدرس اللي قبلي طريقة التحكم في الاعلانات واعلانات المكافأة تمام وكل شي رح يكون واضح قدامكم مكانك تغير اللعبة مكانك تغير الالوان وي اشي في اللعبة وفي تابع الشرح اللي سبق عشان تفهم اكثر اكثر في اللعبة او في الموقع وكيف تسو تطبيقات في كل سرعة وسهل وسهولة واسأل الله العظيم ان يوفقهم ويسر امركم ويرزقكم رزقا طيبا حلالا هذا كان درسنا لليوم والسلام عليكم ورحمة الله طبعا قبل النهاية امكانك تضيف العنات البيني من هنا اعلان بين يا ادموب يا ستار اب او اعلانات بالمكافأة زي ما قلنا امكانك تغير الالوان طبعا نختار مخصص نختار اللون الخلفية على سبيل المثال رح اختارها من يكون اخضر واللون الفاتح كمان رح اختار اخضر مش مشكلة فبختار حفظ وبنرجع وبنشوف اللعبة كيف صارت طبعا التحديد فوري حتى الالوان حتى الاعلانات التحديد فيها فوري هاي الميزة مش موجودة في موبيزي شي ما بتشوفوا كيف صارت مكانك تحط اللون الكرت اخضر ثواني اعلمكم كيف تغير لون الكرت زي ما انت غيرت لون التطبيق بنروح على الاقسام وقسم الكرت وبنعدل اول قسم شو بنسوي بنضغط على الخلفية بنضغطها مخصصة بنحطها مثلا ونيكون اخضر تمام وبنحط حفظ وبنرجع نخرج من التطبيق وبندخل على التطبيق زي ما انتوا شايفين كيف رح تكون الخلفية خضرة ومكانك تعدل الزر يصير واضح بشكل اكثر مثلا رح نخلي الخلفية تبعته هو كيف جاي اخضر نعم رح نحن يعكسه نخلي مثلا على سبيل مثال ازرق وبنحط حفظ هيك اللعبة جاهز مكانك تربح منها الاف دولارات شهري بدون تعب بدون اي اشي بدون اشتراك شهري بدون اي اشي ممكن تتوقع في الدفع او الاشتراك او اشترك في التطبيق 25 يورو يزيح اعلانات اعلانات الشرك 20 بلي هاي اعلانات ناستار اوب ظاهرة وفهذا كان شرحنا لليوم وسأل الله العظيم ان يوفق كم و لا تنسوا نمصالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مت皿 اشترك اشترك النهار